اكد السيد سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على ضرورة وقف التصعيد العسكري على اهالي غزة واعتبار السلام الخيار الاستراتيجي بما يحتم على جميع دول العالم حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الانساني كما اكد ناس على اهمية الدفع بجهود العملية السلمية لاقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية واشار خلال كلمته في مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب في دورته العشرين الى اهمية دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي العربي وتوفير فرص العمل مؤكدا على اهمية التعاون والتكامل في لعب الادوار بين القطاع الخاص والحكومات العربية بما يجعلها اكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي واكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية واضاف ناس بانه يقع على عاتق القطاع الخاص دور كبير في تحويل اهداف التنمية المستدامة الى واقع ملموس للنهوض بالاقتصادات العربية داعيا الى العمل على وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي والاقتصاد الدائري والتشاركي استنادا الى الثورة الصناعية الرابعة تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية فضلا عن العمل من اجل تنفيذ مشروعات الربط في الطاقة بين الدول العربية ووضع استراتيجية عربية للطاقة المتجددة مشددا على اهمية معالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل وتطوير النقل البري وتحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي بين الدول العربية باعتبارها شيرايدة اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمال داخل المنطقة العربية حضور الكريم يمثل القطاع الخاص العربي تقريبا 75% من الناتج المحلي الاجمالي العربي ويستوعب حوالي 75% من المواطنين العرب في سوق العمل لما يحتم علينا كقطاع خاص بالتعامل مع الحكومات العربية مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره ركيزة اساسية لدفع العمل والتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ولتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يجعلها اكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي واكثر مرونة في التعامل مع التحديات الدولية وانني من هذا المكان اطالب بوجوب وضع استراتيجية عربية للتحول الرقمي استنادا الى الثورة الرقمية العالمية والتي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية التشريعية والتكنولوجية ترجمة نانسي قنقر